موسيقى يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم في لبس شو اليوم السبتة 14 مايه 2022 برشة اكتواليتي برشة حكاية وبرشة ضيوف بش نتابعوا كل شي بش تكونوا معانا في سعرية كل سبت فرحان برشة ونحب تصفيق على تروشيك باند مرحبا 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 اذا تحب تربح عشرة ملايين كاش نعم عشرة ملايين كاش كما ربحوهم يكونوا من نصيبك أبعث اه على خمسة وثمانين ثمانية وربعين سيه البرشة اس اميس تبعث اه على خمسة وثمانين ثمانية وربعين جاوب على قدمة نجم من الأسألة بش تنجم تقوي حظوظك وتكون انتي هو الربح تربح عشرة ملايين كاش أبعث اه على خمسة وثمانين ثمانية وربعين وان شاء الله انتي الربح مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكم في لبس شو فرحان برشة باستقبل ضيف اليوم سيه زهير الرئيس مرحبا ومنورنا شنحولك مرحبا يا خوية انا سالا بيك يا عايشك اتوحشنك اللطف عليك انتي عام العملية على عينيك اللطف عليك وان شاء الله لبس اذاك عليش لبس لنات دنك اذاك عليش واسامحوني خطر حقا او حاش ترببي والحمد لله اي لطف عليك سابت عدد لبس الحمد لله يا رب الحمد لله لبس ولطف عليك مبرمجة لعملية انتي موقفولة او لأ اي انا عندي برشة كنت نحب نعمل الكاتراخ تذي خاطر عمال عيني معنى نظري بالعمل يونقص ما قاعدت نستنى جيست بور إيكيليبري ديابات متاعي حتى لين الحمدلله وقت اللي وصلت هي بياني كيليبري قدمت عليها نستنيتها لطف عليك وإن شاء الله ديما في فورما سيزوها الرئيس مش نحكيه على برشة مواضيع ولكن تعدى رمضان وجمعتين ثلاثة بعد رمضان عصم قاعد يدور في الإذعات وتلفز خسارة مش على عمل مش على مسلسل قام يدور على بوليميك صارت شكرا لأنه نحب نقول بكل صراحة وبكل محبة أنت إنسان محترم جدا أجرياب يحبوك تقريبا كل الصحة الفنية تحطيت في بوليميك وشعلت الدنيا هكا بطريقة غريبة نوعا ما ولكن بيش توضح الأمور وأكيد بيش تفهمنا برشة أمور برشة ناس جايبوك المزود ممنوع من المسرح البلدي طبعا لأنه توحنا في عصر السرعة ناخذوا ديكلاراسيون ونقعدوا ندوروها وغيرو ونكبروها سيبتو نكبروها هاي فما حاجات تكبر بيتلقائية وفما ناس تحب تنفخها عن نار تكبرها معتها تعرف اللي في تونس فما ساعات أحديث بسيطة وتولي كبيرة جدا جيش ما هو فما ناس والله ما عندهم حتى داخل بيش ينفخوا عن نار كيما قلت انتي معاني هما ما همش ويردين في الحكاية هذي واصل الموضوع ما يستهلش لو كان جيت توضيح معانيها اناها كلاغ كلاغينات وضح لي دونك بدأت في الحوار على موزييج وقلت تصريح والدنيا بدأت تكبر من وقتها احكي لي زمانين شنو قلت بضبط معتها فاسترلي الوضع مش نفهم هي خلينا نبدأ من اللول هي الحكاية خدمتي كيفاش في المسرح البلدي كمدير انا الناس يجيوني ياخذوا دي دات من عندي انا يشوفوا اناهم التواريخ الشاغرة شوفوا اناهم التاريخ الشاغرة بيش يعمل الحدث متاعه الثقافي ولا الفني دكار بعد في المراسلة متاعه يحط تذيك ويحط شنو الحفلة اللي بش يعملها ولا شنو الحدث اللي بش يعمل المراسلة تمشي للبلدية فما بخليفي انا معناها كمدير مسرح فما توتو يغرشي معناها انا عندي سيرفيس الثقافة في شؤون الثقافية في بلدية تونس وعندي لجنة ثقافية كاملة وبرئيس السيدة حكيمة الكعبي اللي هي لجنة كاملة ثقافية عندها رأيي وثم فما رئيسة البلدية اللي هي في الاخر معناها بش تعمل لسينياتيور متاعها معها لسينياتيور متاعي يرجع لي المكتوب لسينياتيور متاعي هذي نعطيك البروسيدور كيفاش تصير لكلها مع القرار ما وش قراري انا وحد ولكن بش نكون وافحين الامضاء متاعك الاهم معتا هم عادة عندهم ثقة فيك ويمشيوا براي هم يمشيوا براي على خطر انا لشواء ارتيستيك عندي انا دونك وبنسبة كبيرة عندهم ثقة في اختيارك يعني ما ينقشو كش برشة والحمد لله اللي صار خوي نوفل كونه العرض اللي هو كان مبرمج لكاتورز في الشهر هذيه دونك هو عرض كان مبرمج لبروغراماتور متاع الشركة هذي يبيدها لتواقق قامت القيام عليها الدات لكاتورز كان مبرمج فيه معزة تومي بش يعمل قره مينة واخذيه وابعث المراسلة اللي هو بش يعمل قره مينة المعزة تومي واخذيه فيها لكو من بعد من بعد البروغراماتور قال لي انا راني ما تفهمتش نحب نعمل حاجة اخرى من بعد قال بيحب يعمل زيارة ابعث مراسلة اخرى كيبش تبدل من بعد قال لي نحب نعمل ما مش الزيارة راني زادة كيف كيف بش مبدل بش نعمل سيفوزي بنجامر هي ابعث مراسلة اخرى بش تعمل ميرجوش تمورا فما كونسيبت فما تمشي ماشي بيه المسرح للكل معناها مخذيش لوكيه ساعة بش نكونوا واضحين على عكس مكيلي مخذيش لوكيه على العرض اه مش عطيتو لوكيه وترجعتو لا لوكيلي ما يخذوه على عرض معزة تومي مخذيش حتى اوكي اخر يرزمو هو يعاود المراسلة ويقول انا هاوش نوو نحب نعمل وحتى تجيه الموافقة الموافقة ما عندوش اما كيف قال لي هاوش تحكي لكل شي بالدتالي كيف قال لي بش نعمل انا سي فوزي بن جابر يلي نحترم وراني ونحترم انا فنان ونحس وعندي وذن موسيقية ونحس بالموسيقى لكل بنوع الموسيقى لكل ميهاوش قوتل وقوتل ورغو الكنسيبت متاع المسرح البلدي ما يحتضنش الحاجات الساخبة برش علاش سيبانو سلمو عنا وقت الحكاية معايا المنشط قال لي انتي الضد المزود يولدي ما نيش ضد والمزود انا ما نيش ضد حت شي انا الكنسيبت فما تمشي ماشي بيه في العرف وتقاليد المسرح البلدي من عهد برجيب الله يرحموك كان حي كان المزود ما يدخلش هذي ساعة حاجة قعدت لحكاية عرف وتقاليد ما فاماش قرار مكتوب راهو ما فاماش قرار مكتوب عند البلدي اللي غير يقول لا للمزود لا لكذا ولا لا لكذا ما فاماش هي عرف وتقاليد موجود وبالتمشي ماشين بيه انا اشنوه اشنوه اللي كارني انا زد لو كان اخويا هذي ما قصش علي الكلام خاطر يفجأني بالاسألة يسئني سؤال انا نجيبش نجاوب يقص علي ويفجأني بسؤال اخر تاشنوه اللي حسيت خوينوه وانتو نحب وراني هذي حسيت اللي هو يدز فيه للإجابة اللي حاشتوا بها ومش اللي نحب نقولها انا دوق كبرت الحكاية من غادي دوق طوى انا نحب نوضع راهو انا عالعروض الصاخبة ما يتحملش المسرح البلدي ما يتحملش العروض الصاخبة فما عن انسوي ديسيبال في الصن اللي هو اللي كان الفوتوه تحس فيبراسيون في الحيوت وحسس كل شي راهو المسرح عمرو مية وعشرين سنة ما عادش يتحمل العروض الصاخبة ديجا فما عنا دي فسوغ في حيوت معناها الناس تجيبش تتفردوا من حقهم دي فو المو يقولك انا جاي للبناد رودنيا وكل شي وكل شي اخوين نحب 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 انا قاسس تسكرم حب نتفرد بي انتي عندك الحق بش تتفرد انا ملومش عليك ما انا اسكو هالفوتوه يضي الفلوغ متاع المسرح اللي عمرو مية وعشرين سنة الناس بسببتها تطلع بالطالون بالبروتكان بالوحد فوق الفوتوه يخوين نوفر فوق ويبدوا يتشاطح ويدخلوا في سينة اخرى لسالنو بيغمي بلو البركون اللي عمرو مية وعشرين اكثر من مية وعشرين سنة في المسرح احنا كيف رمامنا نقولك شنو واخسرنا على المسرح وقولك فوق باركون عمرو فوق مية وعشرين سنة معناها ثلاثمية ثلاثمية وخمسين رقبة يخرجوا الكريسي يبدوا يهدوا في الهدود ويسطحوا فوق منه مش غيسكي رحوا ما عادش يتحمل المسرح غيرتي على السالة ني بلوس ني مو واضح به الى حد الان سيزوار رئيس كلمك معقول ولكن بعد الترميم للأسف لهنا برشا لي معليك بعد الترميم الحضرة حضرة رجال تونس الزيارة عملت أربعة عروض في رمضان حضرة رجال تونس المزود المزود تعدى برشا مرات لا لا مرة بالغادرة شو بالغادرة آه وينو في المرة بالغادرة ستي بروغرامي الدات اللي تعدى فيها ربيخة ربيخة هاتا نقول لك كيف صارت الحكاية ربيخة بش نقول لك بش تبهت انتي نعم ستي بروغرامي لشانسون كلاسيك الشركة نظمت قالتنا العرض ذاك بش نعمل لشانسون كلاسيك نحن التيكي فيهم مزود تيكي وقته جاء وعاد آه في التالث يام الأخرانين تيكي ربيخة فيهم مزود اي لا فيش ما فيه هاش ما قالوا لكش على حقيقة لا قالوا لي اما وقت اللي قالوا لي تفهمنا في كلام ما صارش منه في العرض حبش احكي لك بالدتائج احكي لي بالدتائج شوف كانت لشانسون كلاسيك وتنجموك ذي الشركة هذية تنجمو تتسألو هما زوج شركاء مرأة ورجل تنجمو تتسألوهم ويقولوكم سيفري ريف الداتا ديك كانت لشانسون كلاسيك في الأخر بالكل قالوا بش يجيبوا ربيخة انا ربيخة ما نعرف هاش انا بالحق ربيخة ما نعرف هاش انا بديم مجددا كيف انا في القرب العرض جاني قالوا عندي انتغفنسيون بتاع مزود بش نحطوا في الدرجة الاخرين قلتوا انا مذهبية معناها ما خليه العرض كان لي شانسون كلاسيك بشتعمل ربيخة شنو معناه قالوا يفهم انتغفنسيون تاع مزود رايح كي تساميني مأمم سي زهير شانسون كلاسيك وربيخة ما تركبش متر كابش حتى ربيخة جاي من ربوخ ربيخة ربوخ هي اسمه صغر من ربوخ لافيش اللي جاتني انا وتعلقت في المزرح واقف الفنان واقفين مصورين هكيا صون مزود لافيش مافيهاش مزود قبل ما جيني لافيش هذية فما افيش اخرى كانت تتعلقت في الكوليزي فيها المزود وقل انا فقط فما حكاية فيها المزود معناها ويظهر لي المزود هو بطال السهرة معناها اطلاع اللي انا منيش ضده قتلوا لا اخي هوما بدلوا لافيش عملوا وكالكوز اذا فيش للمسرح البلدي مافيهم بشي مزود وزيد نقب على حكاية هذه تطلقها بالحق صحيحة تفهمنا قلنا اخوي عندك انترونشون تعمل مزود هاو مزال حي السيد البروغراماتور اللي جيبه اخوي المزود المذبية انا ما بخاطر بشتنحن الباب انا طوا قاعد نقص من العروض الصاخبة وماشي في تمشي اخر مش نحافظ على السالة اي اخي هو في اللخر بالكل دخلوا المزود بطل الصهرة منول اللخر اي وكانت وكان وصلت حتى حبيت نطفي الضوء على المسرح وصلت حبيت نطفي الضوء على المسرح وفاماش كونوا معايا قالوا لي لا فوق علينا مش تعمل بوليميك خاطر شو حسيت بغدرة حسيت بغدرة حسيت بغدرة خاطر في البروفا في البروفا ما خرجوش المزود حتى الخمسة ونصبت على العصية يخدموا بلس مزود جيتارك لفجي درستو درستو الهمور تخلوا وحنا بديت الدنيا يسعى للذوم تيت دخلت الشكوى تخلوا في الفونسين في الفونسين ويقف في الفونسين ميكرو على بيرس يا البطل تخلوا قلت مزود ما نيها قلت بستيربخة دانيا اي اما المزود قلت حاجة المزود ليه اما باللورجية زيت غرسة باللورج المزودة معتشنو الفرق هادي اللي حبا فسرح انا بوش نشطح أورج ولا مش أورج بوش نشطح على المزود هاتوا قولك الفرق باللورج ما يطلعوش على الكرسي هاو عليه فسرت العروض الساخبة كي يبدو مزود حي بنادرو خطرانا ميزمشي تقص الاحديث في الوسط والألة المزود قالت المزود وليزاك سيسواغ متاحة معنى مش في قالت المزود هي في حد ذاتها راهو خويا نوفر قالت المزود وما مع المزود لزاك سيسواغ متاحة الكل الاليات متاحة وفوالا ماينا كونجو دي قالت المزود ماينا تدخل شي معنى والاليات كي قلت لبنادر قالت المزود والبنادر والدرابك والتراشق يخليوا الجمهور يدخل في سينا أخرى قلت لي واضح زيد غرسة الجمهور داخل كي تحط انتي على كلافيي اي يسطحو مايفما والله اعزبني ينا سي محمد بغلاب كي قال فماشتيح منشتيح بالحق فماشتيح منشتيح فماشتيح على الأرض وفيانا وفماشتيح فوق كراسي مابر وخارج الكراسي بخل هنا طبيعة التونسيبهي انا ما نحن فاسلك عليش كي قلت يتحط على الكلافيي خطى السؤالك مهم كي تحط على الكلافيي وتنحل بنادر وتنحل مزود التوماتيك مالكونسيبت تتبدل ما عادش بنادر ومزود قولش عليها عوايدة بشتغاني أغاني متاع مزود أقل وط ورغو الكل ماخذ في الخاطر والله صدقني الكلام اذي قلتو ماخذ في الخاطر جي ولي بغلي دون دوس ساق اي هاو شو نقول لك ممكن بالنسبة للزيارة والواحد يا وعليش خليتهم احنا عملنا تاجربة شوف احنا عملنا تاجربة راناقبل قلنا الزيارة والحضرات بسيفة عامة مش كان الزيارة اي قلنا راو معنا يشكلوا اختر على المسرح البلدي على الصالة وراه الفيبراسيون قوية في الحيوت وكل شي جايبوا وعملوا قالوا نحنا نجم ونعملوا أسيرانس اللي لو كان نصير حاجة انديقاء احنا ورجعوا خاطر تشكينا منهم مقبل العروض ولكن اخوة بعد رمضان بعد انفيق فما في سور في الحيط على الصالة اللي فوق منها معناها الدورية والواحد والنقشة وكل شي وفي سور معناها كلام لأخوة الوحرين ما عملوش هاسيرانس ما عملوش هاسيرانس ما الكل قالوا بش نعملو و Durham أحنا وقت اللي عملنا التجربة هذية كيرينا المذرة يا أخويا بقي متواصلة للسالة تواجئ الوقت باش نقولوا نتراجعوا في هذية بنحافظوا على السالة هذيك راهي سالة عمرها من عهد البيت ومن عهد الفرانسيس باش نحكيه باش نحكيه هاوش اكتب سي زهاري رايس المسرح ايه لسقوط ومع ذلك لسيرونس قبل اتأمن عروضه حتى روح في رزق متعخصاره العروض الكل تصير بيحضور حماية مدنية معت سيد مدير المسرح بيقول لحماية المدنية تشوف في بنيا متهلكة وتقبل باش تأمن العروض كيف المسرح هي السقوطة علش ما تسكرش مش من المفروض جيل حماية المدنية يتعاينه وتقرر ايقاف نشاط المسرح صديق هادي زعيم سأل مدير المسرح قالوا بيها كي ناحية اللي تمزد وهذه اللورج قلتها موضوع ماهوش حكاية ايه لسقوط اللي فهمته لحيوط المسرح كتشوف شكوى في هزوز حاصيله يتيحو ملقيت حتى تفسير اخر وكيفاش تسمح باش تكون مدير فضاء ايه اللي سقوط وما تقولش يجبه وغلقه لهنا انتي وضحت زيد وضح لانو شكرا لك سيدوان عزيز توضح لكل كلام اي احنا اغلقنا المسرح لمدة سنة واربعة شهر ورممنا وهذا الكل الترميم اتعدى وهنا وقتها تدوب مخذية مسئولية المسرح في ايدارت صار الترميم الكل وتعادى على روسنا معناها من بعد وقت لهذا يا صار ما يساعد ناش باش نسكروه المسرح اما المسرح عليش ما يكونش هو كما نقولوا العروض الساقبة فما عنا 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 مدينة الثقافة عنا برشا بلا يسي نجموا يعملوهم لازم يعني قال الراجل حبكت انه بش يصيرك المسرح البلدي لا الصلاة الاخرى غالية برشا مقارنة بالماء رغم اللي ناس يقولوا كراء المسرح بلدي غالي ولكن كي شوفنا الصلاة الاخرين ظهور سعر شعبي المسرح بلدي خاطره ظهور مش غالي شفت بفماش و 15 مليون في صلاة الاخرى لهنا محمد بوذينا عروض اخرى ساخبة دون اعتراضات بل بالترحابه وقدمها سيد المدير بنفسه هل لانا نرفض طرق الملتوية او نرفض التعاطف مع حزب سياسي معين او الاستعانة باصدقاء من اصحاب النفوذ او فيه ومحترمين للقانون ما الاحترام ما نسيسوهاش والله ما فهمتو ما فهمتوش لا ما نسيسوهاش الحكاية الحكاية واضحة وضوحة شامس سيد خي سامبل انا بالنسبة لي انا هذك قاعة نحس عليها قاعة من عهد من عهد الاستعمار وهي موجودة من البيات وهي تخدم وماشي في التعاطف هذا ماشي بش نجيه طوائنا بش نفزدها نحس عليها وكل تونسي هذي كانت عادة طوانسة الكل وعندها تاريخ كبير فما كلمة قال السيد زعي الرئيس يحب يحول المسرح البلدي الى مسرح بلدي فما نعمل بلدي ضوق البلدي المزود ليه وكذا والحضرة ليه ايه غالطين عاد على طول الخط نوعا من انتهامك بالعنصرية نوعا ما لا 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 سمحني انا هابش اجاوبك جاوبني تفضل هما لو كان جاوا حذروا انا 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 عاملت ظاهرة اسمها اسبوع المسرح البلدي من اللي ادخلت وانا نخدم عليها من اللي ادخلت من عامي لولو ان نخدم عليها والحمد لله ثراء جاءت الكوفيد عاملنا او ليمكن Giant daga داوره الثانية avenue跟 داوره الثانية داوره الثانية اصبوع المسرح البلدي في المسرح البلدي سناق羅це فاقص. جبت لنقافس. جبت من توزر. جبت من الكيف. جبت من معناها ما بين دورة لو لو ثانية. وجبت من تونس. من الولايات الكل جبت مسرحيات. ومسرحيات رايعة. يعني هذا معناها أنا نحب بلدي. المسرح البلدي. يعني جبتوا من شليلة ومليلة. من أنحاء التراب التونسي. لأنه ناس معتا قالوا هذا ذوق. سي زهير يحبيه فرط. لا ذوقي. أنا راني. أنا نحترم ذوق الجمهور أشي يحب. ونحترم الأذويق لكل مدامني أنا فنان. ذوقي الخاص بي أنا شنحب نسمع. معناها نحب نرقد على أم كالثوم. ولا نرقد على عبدالوهاب. هذيك حاجة تخصني أنا. أنا نحترم الأذويق الفنية لكلها. تبقينا. فما تمشي. فما توتن كونسيبت للمسرح البلدي. ماشين بي. والأولوية إلى أن المسرح ما يتذرج. واضح. راهو تاريخ كبير. راهو سيتم مونيمون يسميوه البونبونياغ. طاوة بعد ما يطلعوا بسبابة يشتحوا فوق للمنبر. طاوة البونبونياغ هكا طاوة ما تحسش عليه انتي خوينه. لا لا لا. معتا. هذا يعود لسلوك التونسي. ينجم في أوبيرا ويطلع فوق الكرسي التونسي. عادي. عليك علش قلنا. هالس خب اللي برشة 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 يعمل في حيوت ويخرج الناس من سينتهم ويعملهم ويتصرفوا ما نعرفش شنوه كيفاش ما بصراحة يلزم. نحب نعرف هل صارت لك مشاكل بعض الموقف هذا مثلا سيد رئيس بلدي تونس طلبت تسأل عليك بعد العملية. جاوبني نعم اولي خاطر. نعم نعم نعم. طلبت. نعم. اه تحدثت نوعها. حكيتو في الموضوع. تعلم. حكينا في الموضوع. ما حكيناش برشة على خاطر. هي عندها برشة معنا اجتماعات. فهمنا كين يجيت ضد موقفك. لا. هي ما هيش ضد موقفي. انا لجنة كاملة صارت اجتماع في بلدية تونس في القصبة. اه. وقلت لبارح الاجتماع صار ولا البرح البرح. عصنف بتخطرني ما اكتعرف ايه. اه. 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 يعني كي. مازال موقف ينباني. كل موقف اللجنة قالوا لك لباس احنا معك. قالوا لي رانا الكل الكل في معا مساندين للرأي متاعك. وراو سينوتي وكتبوه. والسيدة رئيسة بلدية تونس. من قبل ما تجي مدام سعاد عبد الرحيم تحقيها. من قبل ما تجي هي تاخذ مسؤولية في البلدية تونس. وتمشي هذا ماشين بيه سنين الله. يعني هي يلزم يخاف لي على قاعة المسرح. يلزم يحافظ عليها. واضح لقاعة المسرح. حسب ما فهم. ما عندهيش. ماهيش ضد رأي. اي نعم. ماهيش ضد واضح. نبدأه بالترميم. يبدو انه الترميم حسب امكانياتنا. يعني ما عملاش ترميم ممتاز جدا. مزير. امكانيات ما صغيرة. فما ينطخ تخوش بتاع ترميم. اي اي اي. اللي هي مبرمجتها السيدة رئيسة بلدية تونس. مش عالت يسكر المسرحة. لا فما ينطخ. ما تنسيش اللي المسرح في السيف ياخذ شهرين راحة. اي. دونك جوية يقوت يرتاح فيهم المسرح. ما زالت فما ينطخ تخوش بتاع ترميم. اللي هي مبرمجتها مادام سعاد عبد الرحيم. واللي هي بش تزيد تكفل. حتى ولو تتعمل على سيفية واثنين. مع تحسب ما فهمت الروك الرابل. كله ممنوع. كل ما هو سخب طوى. ليش من سخب. ما نخنفه مسخب من سخب. اي. عروض سخب له. هذا رأي. انا شد فيه صحيح. اه واضح. ما عندكش مشكلة مع فوزي بن جامر. ابدان نحترمه الراجل راني. يتي نحبه فوزي بن جامر. واضح. خانكمالك. لأ. انا قاعد راني. اخذري سي زهير. انا نفهم الأجوبة. ما قاعد نقول فيه اسألة بشي وضحه للناس الصورة. خاطر دارت الحكاية. الله غالب. جيت في البوزة سي زهير. عملتنا البوزة جمعة كاملة. والله. الناس حابوا يردوها عركة. ليه مايش عركة. ليه. وانتي قلت انه فوزي بن جامره ما اخذيش حتى الرخصة به. ليه ما اخذيش ما اخذيش. ايه واضح واضح. في بالك الحكاية اللي صارت وذي كده نحكيو. نحكيو عليها توفي دقيقة. انه واحد يخو عرض. والناس كلي تكري عروض برشة. ومن بعد يبيع عرضه لحد اخر حاجة من الدفوات اللي تليم عليها المسرح البلدي. يقولك تسايبوا نيس تكري بالعشرة او خمستاشن عرض. ومن بعد ما يعملهم شو يبدأ يفرق فيهم مع العبادة اخرين. هذي حاجة مش عجبتهم برشة نيس في المسرح البلدي. هذيك عليش. بلدي تونس. قالت اللي بشكري للمسرح. يجي. نهارت. نهارت اللي هو يقدم المراسلة متاعه عنده عنده. عنده ما الشي يحط افانس سنكونة بورسان متاع الكري. اه. وقبل بواحد وعشرين نيوم يكون خلص الكل. علش متخذوش. علش متخذوش. علش متخذوش قرار. ما عش بشي بدلو العروض. لا قلي تاخذوا قرار اللي يعمل عرض لا يغير. لا يغير صيح هذي في اللزنة الاخرانية هذا هذا ما قيلة. اي انتي قبل السيزو هاي تذكره والمجيد والعروض المسرحية للبودور والوال المانشو لي وكذا معتا معروف انك عندك ظوق وعندك شخصية وما لا تخجل من انك تقول العروض التافها ووقتها صارت برشا بوليميك. معتا معروفة عليك انك تعبر عن ظوقك او ظوق عام او كما تسميه وتفرضو. دي جا صارت بوليميك وحاس انك طيحت شوية وخليت برشا عروض تافها تعرض في المسرح البلدي. اخرهم عرض فرنساوي قال برشا كلام خايب وكلام زيد. قال كلام خايب الفرنساوي. اذاك حقك تفيت عليه الضوء. ما عنديش النص. زيب نص عطاني نص الراجل. يا حسن. هو المبارج. قبل كنو في تونس يبعف النص. هذاك ماخد لوتوريزاسيون من وزارة الثقافة الفنين راه ومش ماخدها من البلدية راه. هو زيب باللوتوريزاسيون من وزارة الثقافة. ووقت بنعليه كنا يلازم يبعف النص. اي. وما فهمنا ما عنديش نص. وتذكر جاميل دبوز في المسرح البلدي وقتها قال وطلبوا مني نص المسرحية ونقض وقتها تونس وبنعليه نقض لاذا. هاي. طاو ما عادش يطلبون نص. طاولو كانت. قولو مطا قولك تعديتلي على حرية التعبير مثلا. اي اي اي. تقدر. اي حرية التعبير. اي حرية التعبير شبيها جات كانت طاوة. مو من دو ميل اونس دو ميل دوز دو ميل تريز دو ميل كاتور شبيه ما صار حد شاي. طاوة باش تقول انا قبعتك في التعبير حريت. احكيلي على ذوقك اللي تفرضو. وتنازلت شوي لانو صارت عليك برشة بوليميك زادا وقت. انا انا من الول شو نقول. على الاقل انا كي تدخل للمسرح حاجات تبدأ دون لغاقل دون لغاقل دون لغاقل دون مرحبا بها. مانا كي تبدأ حاجة. اين وان من شو بايه دا كود وان من شو. ما يكونوا دون لغاقل دون لغاقل دون لغاقل ويكونوا برو. اي. بصراحة لما توريزم والو واحد ما موش بتاع مسرح بلدي. بالمجد. طواء هو كيف تجي تشوف لما توريزم والحاجة اللي تبدأ ناقص ما هيجدون لغاقل دولار. اصل من اساسو حقها ما تخرج الا ما تنظش. كي سوى في المسرح بلدي وانا غير المسرح البلدي. اي. اما خطر فامة مثلا ما توريزم في الغناء. ما حكيتش عليه. لا ما حكيتش عليه. فامة غاق زيدو حفلات غنائية كلي يبدو قدام ماربعة من الناس وماست وخائب ومش ما. ما شارش برش هذي في المسرح البلدي. ما حتى كيف يجيوا دي كلوب دي شان ولا يجيوا مثلا يعملوا حاجات. عملوا حاجات. تقلقت من برش عروض. بعروض اطفال في المسرح بلدي وانتي تقلقت منه. ساعات يبدو عروض اطفال بالمجد. انا تلقاني ما نجمش نكون مطلعة على الكل. ما نجمش نكون مطلعة على عروض اطفال الكل. تعرف مش. وعروض للغناء الكل. اي 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 اي. ما نجمش شمس. اه. ما نجمش نظبي عن الكل. لا هنا كيفيش نعملو كيفيش نعملو. العرض ولا مش عروض. معنا هل لازم تكونترولي العروض ولا تتمن بالحريات. ما نيش فاهم توا الوضع كيفيش في تونس. لا لا شوف. كيفيش تعرف عرض به ولا خايف سمحت. انا اقترحت في البلدية ومش وحدي اقترحنا بش افهم لجنة كاملة نعملوها اللي هي انتقاء العروض. ولكن هذي راهو يلزمها اخويا نوفل. راهو يلزمها. يزم تبلس كون اللي عندنا يطلع على كل شي. كيفيش تولي موزدة اللجنة ويجيب لها الناس. تو انتي مرة قلت لطفي العبدالي مش قد المسرح البلدي مثلا. عندها سنين. عندها سنين. اي. وبعد ولا قد المسرح البلدي. لأ انتي بدلت. خبيبي لطفي اخويا رام. نعرف نعرف. انا كي قلت. لحظة لحظة. هل انتي انسند. نرفوزي على عكس. دمك يسخن في ساعة. ساعة نحس لك تصريحات كل ما. هو اللي. مانيش نرفوزي. مي. جو شوي. ديريكت. يعني اللي فما في قلبي. على السين. وكهوة. يعطيك صحة. راني يجا نقول لك. راني متسامح برشا. راني قلبي بيضبر. شعراني عندي اللي حقد ولا ذغينة. والحمد لله. الحمد لله على. هذي فضل ربي. مش ان اللي خلقت روحي. سي سواء الرئيس. انا قلت ملول وبديت الحوار. انت انسان. محترم جدا. ومحبوب جدا. من كل ساحة. منال عبدالقويه. اليوم. كان ضيفتنا. واول مرة تحكي عندها مدة. قاعد الدرجين. تشكر فيك. الكل كل. مع انتا اليوم. رو. هذي انا نكرها الهيجات اللي نعملوهم. رك انسان محترم. ونعاود نقول مع انتا. ولم تتراجع. وقلت انو البلدية ولجنة ثقافية معاك. وليل المزود. او الحضرة. او غيره. نظرا. مش لأسباب فنية. للحالة. التعبمت على المسرح البلدي. مع انتا. هذا رأي. لا تراجع فيه. هذا رأي انا بصراحة. حابيت نوضحه. رأي. رأي. صالة المسرح. رأي. بديت الضر. طويكة نعملو هدنة. حتيش يعمل الله دليل. رأيه. ما عادش تسمح. رأيه ما عنديش. لاني ضد. يا ودي فما اغنيات. انتا مزود نعشقهم. لاني ضد مزود. هاني جايين. العتيق. نحب. نذكره. المزود. مش نختبر جاوك في المزود. نذكره في سفيق سلفين وسبعة طاحت المدرج وميتو ناس. صوفت كيفاش. معتا. ما ننسيوش. ما نخليوش أراءنا ننفي عليها. اي. وليه. وما خليوش ذكرتنا كسيرة. اي. صحيح. ميتو ناس. ونهارت المدرج. معتا. مصرح بلا. نحبه لو نكره. لو عنا البودجي. لو عنا البتقوبة تقومت على اليابان بش رجعوه صحيح. رأينا دولة معتا على قدنا. معناش بش نصبوش هاري. مش بش نصلحو المزرح بلا. معتا. رغم لي معتا صارت بوليميك والناس. انتي اليوم جيت ووضحت به. نحبه نزيده ونحكيه على المزود بش نستقبله دكتور وباحث في الموسيقي بش نحكيه على المزود نسمعوه شوية. وبش نسألك انتي حاجات على المزود قبل ما نكمله نحكيه على العجاو اللي صار وعلى الانتاج وعلى غيره. بالنسبة للمزود مسرح البلدي نستقبله. سي هشام مرحبا بيك. سي هشام مرحبا منوارنا. كنت اسمع في الكواليس. كنت اسمع. عايش كوبيك عايش. مراك يا بيك. المزود وقيلة المزود من خيرة الموسيقيين اللي عنا. ما فاماش فانين في تونس ما يعرفكش. عندك دكتورة وماجستير ومحل فانت. ومشاه الله بش نحذر الدكتورة. تعد. معناها في طور الانجاز. شوال الله. وطروح عايش. كنت اسمع في الكواليس. ما عندك. عايش بتنهيده. لا. ساعة انتك. لا لا مش تنهيده. سعاها متهم أنه نعذاف في المسرح البلدي يعيب أمره 96 وقفنا مرة وقتها فرقة مع عمل الهدي الدنيا حفلة كاملة حفلة كاملة لا، ليس مزود وزوكرة عام 96 لاّ securely 36 rewma اسمع كنت تسمح بغض النظر على البوليميك اللي صايرة هل فمه منطق في كلم وشنو تحب تقول معتا كلمه نوعا ما مقنع الرجل قالك نحبه غاني فوزي بن جامرة معتا كما نسان فنان ارتيستو معتا ما ينجمش يكون صنصرا وكذي يقول لك عنا اشكال يقول لك ضربنا واحد اتهد المسرح يقول لك ينجزوا فوق الكريسي معتا احكي على حاجة وقال لك يخويا العروض والدنيا وكذي حتى مع الحضرة معتا بوذينا عامل السيرانس بخمسمائة مليون شنو ارايك باي قبل كل شي معناها كي ناس مع الترحة ذي نقول معناها مفو بروبليم معناها الحكاية الكل والبوليميك الكل دي جاء معناها معناها تصريح تأول ومشا في اثنين يوخ تيشي معنا لفري بروبليم في توني صحيحنا عنا كلي فو بروبليم صحيح معناها احنا احنا احكينا في موضوع مهم في توني لك اذا مشتبنيه ومعناها نقاشنا كأن نبدأه اللي هو مهوش مشكل مش مشكل اما فما نقاط لازم تتوضح وابح اي الفكرام سي زهير نسمع معناها الاشكال وين انا الرافة ما اشكال في الطرح متع سي زهير هو مشاه بفكرة كونه الموسيقات الساخبة تشكل اختار على المسرح كبناية ودرشناية بالصوت وكمبرتموش يا مهير مثلا مثلا انا الرافة السخب السخب عمره ما كان مربوط بالمحتوى متالي قعد تقدم فيه السخب مربوط بالتفاعل الجمهور نجم تجيب انتي اربع ازفين ينجم يكون جيتار باس باتري اي تفاعل الجمهور يشيب قوات اللاشيخة قال كل الموسيقى الساخبة الساخبة ساخبة 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 قولنا روت انا تابعش ساخبة قطلك كيف نمشيوا بمنطق الموسيقى الساخبة راه الموسيقات الكل تنجم تنقلب الى ساخبة انتي والانتراكسيون بينوا بين الجمهور نجم جمهوري تفاعل مع اغنية يولي سيح ويعاية حتى واحد واحد ويعزف معناه هنا تطرح كأنا مسؤول مثلا بسي زهير بشو دخل في اشكال متاعة نجم تثبت في الكونتوني متاع العرض ونهارة العرض ينجم تسيرها كالتفاعل متاع الجمهور وتنقلب الموسيقى اللي كانت هادئة هو روحكي على العرض برفو مغير مزود ونهارة العرض خلمس اي 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 طب بليس تخدمك الاشكال غادي احكي لي سؤاله مهم جدا سيحك لي مورا نعطيك ترهويجة متاع زياد غرسة اي اي اغاني شكري بوزين قد تتحول الى صخب مثلا اي اي تجم تتحول كلامه سهيح لهناه بش تولي المراقبة اي باي بتبيعه بتجم سيطر بش يولي سيزوهير واقف شد الضو هذوما بتجم سيطر عليها اي لا سهيح كلامه هذوما العروض اللي ينجموا يكونوا دكار معناها ينجموا يتعدى سلامية كيما ينجم يجيب الريسك بتبعه بتبعه اللي هو معناها ما خوي رك احذرت انت وشفت اي اخذر انا معني بالموسيقى الساخبة بس موسيقتنا موسيقتنا علش اخطى المسرح البلدي وانتي حر اي مش نبديه ونحكيه عالصونوريتي ودرشنية وحاجة ام بلي فيه لا لا الموسيقى الحية احنا موسيقتنا ساخبة احنا حتى في حديثنا لغتنا ساخبة مشكل مسراوي كالتونس حتى كنتكلموا ساخبي عنا لغة دي جاه لغتنا تحسها واقفة اي لا نحكيك لا دي ما نمترو موسيقتنا لا يلزم واحد يكون عنده معناها كان بش نمشي بالمنطقة ذاك اراو بش ندخل في اشكالية كبيرة وتولي العروض الكل تولي في اشكال سيهيشام الخبيرينا بش نسألك لا بش نسألك انا فاولك ما جاوبتوش جيشتما اي لا لا خد نسأله هو بعد انت جاوب اي نجم لو انت انسى المزود ام لو انت مدير المسرح البلدي وتتحط في وضعية كي متحط فيه سيزوهاير والشق والهدين وكذا انا من انا اذا عندي فضاء وانا على رأس ادارة الفضاء ذاك وبش نعمل سيلكسيون للعروض اللي بش نقبلها راو يزم يكون عندي فضاء مهيئ لاستقطاب الموسيقات العالم الكل ساخبة هات احكيلي على سألتك سؤال هنيسلت ليه جاوبني قلتلك مسرح بلدي متاع تونس ياولدي ما تبداش تنظر ما هو كي ما هو مسرح بلدي بي شقوقه كسياسة بالشقوق ليه انت قلتو تاو عمل ترميم وكذا ومسروف ايه ترميم مش نوه معناها ترميم على اساس بش يكون حاضر باش يستقطب موسيقات الكل مش ندخل في الليدي تاي كي نتحطيت في بيش ايه تعمل فيزيون ولا لا ما تنجمش تبقاها انا حبيت نفسر لك الورطة ايه ما ورطة هي ورطة هو في ورطة هي لهنية هاي جا نقولك ايه ما زوهير رأيس انا عليش احترمتك يجيه تحط في ورطة يا ضد الفن ضد المزود اللي هو أصولنا التونسي يا راجل خرج جاوري بالحق شفت النقل يا هاني سامحني يا اخوية مانيش معاك انا ضدك اما الراجل خرجوه جاوري ويكره المزود كمم ايه اللي يوصول المعظم الناس التصريح اللي هو سيزوهير كذا كذا قال دراشنية اللي هو ذات آلة استعمال آلة المزود واقترح علي فوزي بن جامل كل حديثه ونحيه وقالة ميسالش نقبله هنا فعمتان يقضتين ليه 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 انا مثلا وصلي وصلي فكرة اول ما نسمع سيدوهيرش قال عنده مشكلة مع ايل تلمزو عاد انت انا مسمعتش اللي انت بيعلو لا 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 نحكيلك اللي انت بيعلو بعد سمعت انت اللي برو بومتاعك ديجا مشكلتك معه عندك فضاء مش مهيئ لموسيقات الساخبة عطيتك انا فكرتي في كلمة موسيقى ساخبة راهي فم وقت العباد مش تحقق تسمع الموسيقى الساخبة وفم وقت العباد اما كيولي فم تصنيف كي انك انت حرمت ناس محبين الفن معين بيتيعلت هم يحسبوها تيعلة كون الفضاء لا يسمع انت شنو تحسبها مش هم لا نحكيلك كيجيت في بلاستيش تعمل بالحق اني قتلك في بلاستك انا كي يبدأ فضاء لا فضاء غير مهيئ نخليه متاع اعمال مسرحية اللي ما فيهاش لا موسيقات ولا ندخل في اشكالية متاع متاع الموسيقات هذي لا يعني كيفينا لا نحكيلك لا نحكيلك لا الخاطر بيش ندخل في الجزئية هذيك سمحني هو كمسؤول بيش تقعد ان تحط سيبور سونور وتسمع محتوي كل عرض مش فيكي ما كل تطبيلة غدروك بالآلة وكذا لا فما حاجات مدير ما تحط اه لا حد شيء انتي تبدأ حاضر خويا انتي تبدأ قاعدة تتحس في الحيط متاع اي نحكيلك لا لا بيشتك بالعرض لا فهمكم هذا قصدي انتي في السيليكسيون في انتقاء العروض مش ترسيلك انتي مشكلة مشكلة كبيرة تعمل سكان كامل على محتوى العروض الكل ما تنجمش اي فما ايجا نقول لك احنا عنا احنا عنا دجا سيانة المدينة اللي هي معناها قاعدة تجي وتشوف وتراقب عنا هي دجا عنا عنا الحماية اللي يجيو يشوفوا مثلا قداش فما دي سيبال قداش قيمته توصل باش ما يهدش الدنيا عنا اللي المرة الاخرى لجنة جيت وقتها قتلك المرة الأولانية وقلقونا الحضرات والعروض الساخبة لا جيت لجنة من البناءات الجديدة البناءات الجديدة اللي ياسين محجوب في البلدية وقتها يترأسها وجيت لجنة كاملة وقالوا اعطاي رايهم وكل شيء وقالوا سيفري راي صالح ما تستحملش ولكن طوى احنا ولات المسرح هراهو والله العظيم لو كان انت تحس عليه كم نحس انا انا فرحان بالموقف متاعك هذا اللي ناسمع فيه كم نحس انا اي انا عارف زهراء شنو بشي جيبو نعرف إنسان عقلاني وحبيت كنتي تجيبش يكون حيوة خاطر انا يقولوش يمنحاز وكذا انا نحبر ان يمزوت لا سمحني انا تيارة كنتي ودكتوراه في الشي هذا دي هالكونسيبت تبدل ومش كما تقبله انا راي صاحبي فوزي بن جامرا راي اكثر من السيزو هاي راي وما ينحبوا كراس نعرف هاي لا 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 امراني فما منطق راي 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 خايف توريد فاست المسرح والمانشوي ناجي بكون نتراجع شوية اما في المزود يا خي مع فما ريسك فما ريسك راي تضرب ضرب المسرح راي وانت هاي تسكر وانترزيه وما عنش فلوس بش نصلح انا 2 upset يا breath ترى تخير ترى 0 انا ترى انا نشعر نحن متى العهو انت وانت اشتركوا في القناة 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 ومعي الخطوة بالخطوة في العملية متاعي وفي دواية وليه هي بيه وليه هي بالدار كاملا نقول لها لمية ربي فضلك ليا وربي والله وربي يعزك ويعلق مقدرك يعطيك الصحة ربي فضلك زوهير انتي اخويا نوفل نبوسك برسا ونقول لك راك انتي راك مبدع في ميدانك وراك قيمة ثابتك يعطيك الصحة سيدوايا ريس ونورتنا شكرا لك عبارساش عندك جديد في المسرح في المسرح عندي كاتب زوز مسرحيات كل مسرح هي فيها ثلاثة شخصيات مسرح هي كوميديا والثانية هي تياتر دو بسيكولوجي ولكن زادة كوميديا ما فيها ليموغ نواخ نص كاتب انا ومدام اميل الفرجي مع بعضنا الدكتورة هي في المسرح وعندي مسرحيات الثانية اللي قتلك كتبها انا خطف الكون فيلم ونقعد نكتب والنص الآخر زاد فيها ثلاثة شخصيات كوميديا هذو مازوز مسرحيات اللي انا ان شاء الله يا ربي وعندي مسرحيات اخرى فيها ستة شخصيات كتبها لفرقة مدينة تونس للمسرح فيها كوثر البارد وفيها عريم الزريبي وفيها مجموعة كبيرة ووقت اللي نكتب فيها حتى حتى مدام ونينة اردين زادة ما نحبو هايش تبعد علينا ما نتعف في العقديسة ما نعندوه شريت ريت مدام ونينة اردين زادة كيف كيف موجودة فيها وربي يفضلها ويعطيها ان شاء الله الوقت الطيب ان شاء الله نحب نتوجه لها بوسة كبيرة ونقولها مدام ونينة ربي يصبرك وكهو خاطر مزادة كيف فقدت بنتها وان شاء الله ربي يصبرها لمرأة ديك بالحق ان شاء الله يا ربي يصبرها ويصبرهم العائلة الكل وربي يرحمها الهام وربي يرحم موتانا الكل وعندي ان شاء الله اكتبت سيت كوم تونسي خمستاش الحلقة اخذه منتج الينا المنتج هذين احترموا ونعزوا برشا اللي هو سي عبدالعزيز بن ملوكة واعجب بالسيناريو وعمل دوسي وقدموا للوطنية بشي تخدم مقبل رمضان بو تعطل ما فاماش مكتوب بشي تخدم في الوطنية ان شاء الله يا ربي السيت كوم هذي ان شاء الله هو بالكسي بش يكون راجعة زهير في وسطه بش يخدم يارز على الكامير ان شاء الله يا ربي توحشناك شكرا لك سمحنا اللي جبناك في وقت صعيب اما حبينا توضح الأمور يبدو انه لأي انسان ومواطن عادي الأمور واضحة توا خرج تصريح من سياق وكبرت شوي الحمد الله شكرا على راحة بتصدرك يعطيك الصحة انت اللي بالحق تعطي مساحة للإنسان بش يتكلم ويبرر ويفسر يعني عندك ليكوت راهوا ليكوت موش عند الناس الكل راو انتي راوك تمتاز باللي كوتمتاز يعني راك تسمع الظيف راك توسع بالك وتعرف كفيش تسئل وتعرف وهذا مش انا بش نجاملك فيه ولا نقول ويقولك سوا راك راك ما شاء الله راك قيمة ثابتة والله وانا فرحان كي نبدأ معك انا فرحان يعطيك صحة في زهير شكرا لك عايش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة